أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين واتبعوا ما تكذ الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرِ وما أنزل على الملكين بباب لهاروت وماروت وما يُعَلِّمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شعوا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لما ثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها واجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون هو الذي خلقكم من نفس واحدة واجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعو الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون 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 فاغلبوه نارك وانقلبوا صاغرين فاغلبوه نارك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجرين وألقي السحرة ساجرين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إِنَّا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين إن هذا لسحر مبين قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين وقال فرعون أتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله 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 إن الله لا يسلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون بل نحن قوم مسحورون وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا واجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوا إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا إن تتبعون إلا رجلا مسحورا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبا قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوا قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحا فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتا قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترا فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوا قالوا إن هذان لساحران إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلا فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلا قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوه إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتاه ولا يفلح الساحر حيث أتاه ولا يفلح الساحر حيث أتاه فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أن تقاضوا إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأت ربه مجرما إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق فإذا هو زاهق فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون أفتأتون السحر وأنتم تبصرون أفتأتون السحر وأنتم تبصرون أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون فأنا تسحرون قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وبعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوهم الغالبين فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أإن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم إنه لكبيركم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلافه ولأصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقربون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أولى المؤمنين قالوا إنما أنت من المسحرين قالوا سحران قالوا سحران قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب 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 ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب وقالوا يا أيها الساحر دع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر 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 إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا سحر يؤثر ولا تعزموا عقدة النكاح ولا تعزموا عقدة النكاح ولا تعزموا عقدة النكاح أو يعفو الذي بيده 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 عقدة النكاح Report بيده عقدت النكاح قال رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلو العقدة واحلو العقدة واحلو العقدة واحلو العقدة واحلو العقدة واحلو العقدة من لسان يفقه قولي قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هناك المبطلون وخسر هناك المبطلون أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضر الله شيئا وسيحبط أعمالهم وأخرى لم تقدروا عليها وأخرى لم تقدروا عليها وكان الله على كل شيء قديرا وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه ويرسل عليكم حفظه إن ربي على كل شيء حفظ فالله خير حافظا فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله وحفظناها من كل شيطان الرجيم وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد وربك على كل شيء حفظ وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم وإن عليكم لحافظين وإن عليكم لحافظين 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 إن كل نفس لما عليها حافظ ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم إنه عمل غير صالح إنه عمل غير صالح وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فاجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فاجعلناه هباء منثورا قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد يعملون له ما يشاء من محارب وتماثيل وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور ما هذه التماثيل ما هذه التماثيل ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا جعله دكا جعله دكا جعله دكا وكان وعد ربي حقا فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين فجعلناهم الأسفلين وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين فجعلناهم الأسفلين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين سيصيب الذين أجرموا صوار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون وإذ يمكر بك الذين كفرون يثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فحر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون ولا تك في ضيق مما يمكرون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم أنا دمرناهم أنا دمرناهم أنا دمرناهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فوقاه الله سيئات ما مكروا فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا والله يكتب ما يبيتون والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا وكفى بربك وكيلا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَنْ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو علوه توكلت وهو رب العرش العظيم فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا فدعا ربه أني مغلوب فانتصر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا فلن يضروك شيئا وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ولقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون وإذا القبور بعثرت أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وإذا البحار سجرت والبحر المسجور والبحر المسجور مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان أيمسكه على هون أم يدسه في التراب أم يدسه في التراب فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون فشربوا منه إلا قليلا منهم يخرج من بطونها يخرج من بطونها يصهر به ما في بطونهم والجلود إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون يغلي في البطون يغلي في البطون كغل الحميم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه للبث في بطنه للبث في بطنه إلى يوم يبعثون قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويشف صدور قوم مؤمنين ويشف صدور قوم مؤمنين يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين فيه شفاء فيه شفاء للناس فيه شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء 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 ورحمة للمؤمنين شفاء شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا مردت فهو يشفين وإذا مردت فهو يشفين فهو يشفين فهو يشفين فهو يشفين للمؤمنين هدى وشفاء هدى وشفاء هدى وشفاء هدى وشفاء هدى وشفاء يا بني إنها إن تكم ثقال حبة من خردل فتكم في صخرة فتكم في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله يأت بها الله إن الله لطيف خبير فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى لتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلك فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رما وليبني المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحش ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصون من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار محمد رسول الله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتعون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاة ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد 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 ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس من الجنة والناس الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد كله دقه وجله اللهم لك الحمد يا من توحدت بالملك والملكوت وتفرت بالعظمة والجباروت ملكت فقهرت وخلقت فأمرت لا تحول ولا تزول لا تغيب ولا تفوت قائم بنفسك سبحانك أنت الواحد العظيم أنت الواحد العظيم في جلاله وقدسه الكبير المتعال العالم بكل حال سبحانك أنت المتكبر ذو الجلال والإكرام نحمدك سبحانك بحمد الأنبياء والملائكة المقربين نحمدك سبحانك بحمد الأولياء والصالحين اللهم إنا نحمدك بما تحب أن تسمع من عبادك حمدا اللهم نحمدك حمدا كثيرا اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين اللهم أنت أكبر كبيرا اللهم أنت أكبر كبيرا اللهم لك الحمد كثيرا اللهم إنا نسبحك بكرة وأصيلا اللهم أنت العالم بكل حال اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب هازم الأحزاب شديد العقاب سريع الحساب اللهم احصي السحرة وأعوانهم عددا اللهم احصي السحرة وأعوانهم عددا اللهم اقتلهم بددا اللهم اقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا اللهم قتل السحرة وأعوانهم أجمعين اللهم إنا نجعلك في نحورهم يا قوي يا متين اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نعوذ بك من أسحارهم وعقدهم وربطهم اللهم أنزل عليهم بأسك الشديد الذي لا يرد ولا يصد ولا يقدر على دفعه أحد اللهم اهلك أقواهم اللهم اهلك أعتاهم اللهم اهلك أمكرهم وأكبرهم اللهم اهلك أمكرهم وأكبرهم وأدهاهم اللهم اهلك أعلمهم بالسحر وأشدهم اللهم اهلك كل جبار عنيد شيطان متكبر مريد اللهم اهلك من تسلطوا بالسحر على عبادك عددا اللهم اقتلهم بددا فإنهم لا يعجزونك اللهم اهلكهم هلاك عاد وثمود اللهم اجعل عاليهم سافلهم كقوم لوط اللهم ارجمهم بحجارة من سجيل منضود مسومة عندك من الشياطين غير بعيد اللهم ارسل عليهم ريحا صرصرا اللهم ارسل عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر اللهم اجعلهم كأعجاز نخل منقعر اللهم اهلكهم بالطاغية اللهم لا تجعل لهم من باقية اللهم سلط عليهم جندا من جندك وملائكة من عندك اللهم انزل عليهم رجزك الأليم اللهم انزل عليهم رجزك الأليم وعذابك الشديد اللهم سلط عليهم جندا من جندك وملائكة من عندك يسومونهم سوء العذاب يضربون وجوههم وأدبارهم ويذيقوهم عذاب الحريق اللهم انزل عليهم رجزا من السماء اللهم وأغرقهم وأطبق عليهم كقوم فرعون الماء اللهم أغرقهم وأطبق عليهم كقوم فرعون الماء اللهم أرسل عليهم أنجما ثاقبة وشهبا حارقة وشهبا حارقة وصواعق قاتلة وصواعق قاتلة مدمرة اللهم زلزلهم زلزالا شديدا اللهم زلزلهم زلزالا شديدا واكبتهم والعنهم لعنا كبيرا اللهم اقتل من سحر وطغى وبغى وكان لآياتك عنيدا اللهم ارهقه صعودا اللهم اجعل النجوم عليهم رجوما اللهم اجعل النجوم عليهم رجوما والزقوم لهم طعاما واسقهم حميما اللهم الق في قلوبهم الرعب اللهم الق في قلوبهم الرعب اللهم فزعهم تفزيعا وحل بينهم وبين ما يشتهون وحل بينهم وبين ما يريدون ويبغون اللهم قتلهم تقتيلا اللهم قتلهم تقتيلا وحرقهم تحريقا اللهم صف من فوق رؤوسهم الحميم اللهم اصهر به ما في الأرحام والظهور والأيدي والأرجل والعورات والبطون اللهم احرق بنار تأتيهم بغته لا يستطيعون ردها عن وجوههم وأجسادهم واجعلهم حصيدا خامدين اللهم صب عليهم العذاب صبا اللهم لا تبق منهم أحدا أبدا اللهم صب عليهم سوط عذاب اللهم اجعلهم كهشيم المحتضر اللهم اجعل في أعناقهم وأيديهم وأرجلهم سلاسل وأغلالا وسعيرا اللهم اجعل في أعناقهم وأيديهم وأرجلهم سلاسل وأغلالا وسعيرا اللهم حرق من أذبر واستكبر وعبس للحق وبسر وحسد وعقد وربط وسحر اللهم وصله سقر اللهم لا تبقي منه ولا من جنده أحدا ولا تذر اللهم اقصف بهم الأرض اللهم ارسل عليهم حاصبا من السماء واقطع عنهم أسباب الحياة اللهم أنزلهم من صياسيهم واخرجهم من حصونهم وبيودهم أذلة صاغرين اللهم اكسر ملكهم واقسم ظهورهم واكسر شوكتهم وعطل أسلحتهم وما يستخدمونه في أسحارهم ضد المسلمين اللهم اعطل أسحارهم أينما كانت وكيفما كانت اللهم عليك باليهود والنصارى ومن شايعهم وأعانهم من السحارة يا قوي يا متين بسم الله يبطل كل سحر مأكول بسم الله يبطل كل سحر مشروب بسمك اللهم يبطل كل سحر مأكول مشروب بسمك اللهم يبطل كل سحر مأكول مشروب بسم الله يبطل كل سحر مأكول يبطل كل سحر معقود بسم الله يبطل كل سحر مرشوش بسم الله يبطل كل سحر مدفون بسم الله يبطل كل سحر محروس بسم الله يحرق كل سحر محروس اللهم اطل كل سحر مدفون عند البيوت بسم الله يبطل كل سحر مدفون تحت الأعتاب اللهم اطل كل سحر مدفون في القبور اللهم اطل كل سحر في قبر اللهم اطل كل سحر في قبر اللهم اطل كل سحر في ميت في قبر اللهم اطل كل سحر منثور اللهم اطل كل سحر منثور اللهم اطل كل سحر في عطر أو بخور اللهم اطل كل سحر مشموم في عطر أو بخور اللهم اطل كل سحر مكتوب اللهم اغطل كل سحر بذم مكتوب اللهم اغطل كل سحر بذم كتبوه اللهم اغطل كل سحر بحروف أو أرقام أو جداول كتبوه اللهم اغطل كل سحر من شمس المعارف كتبوه ونقلوه اللهم اغطل كل سحر سفلي اللهم اغطل كل سحر قديم قوي خفي الله مطل كل سحر قديم قوي خفي الله مطل سحر الكواكب والنجوم الله مطل سحر عباد الكواكب والنجوم الله مطل أسحار اليهود الله مطل أسحار اليهود والنصارى والبوذيين والهندوس إنك أنت القوي العزيز الله مطل كل سحر في كنيسة عقده الله مطل كل سحر في كنيسة عقده اللهم اطل كل سحر على صورة صنعه اللهم اطل كل سحر في تمثال صنعه اللهم اطل كل سحر في تمثال بإبر وذبابيس صنعه اللهم اطل كل سحر في تمثال اللهم اطل كل سحر في تمثال ربطوه اللهم اطل كل سحر في تمثال ذفنوه اللهم اطل كل سحر في خيط عقدوه اللهم اغطل كل سحر في خيوط عقدوه اللهم اغطل كل سحر مع قوض مربوط اللهم اغطل كل سحر من أجزاء الحيوان صنعوه اللهم اغطل كل سحر في شعر عقدوه اللهم اغطل كل سحر من آثار المسحور صنعوه اللهم اغطل كل سحر من ملابس المسحور ربطوه وعقدوه اللهم اغطل كل سحر بدم امرأة صنعه اللهم اغطل كل سحر بذهب أو فضة أو نحاس أو زئبق صنعه اللهم اغطل كل سحر بزئبق استجلبوا به الشياطين اللهم اغطل كل سحر بذهبق استجلبوا به الشياطين اللهم اغطل سحر الأرواح اللهم اغطل سحر قلب العقول اللهم اغطل سحر الجنون اللهم اغطل سحر تفريق الأزواج اللهم اغطل سحر الطلاق اللهم اغطل أسحر الطلاق والفرقة والبغضاء اللهم اغطل سحر البغضاء اللهم اجعل في سحر الطلاق زيادة في المحبة اللهم اجعل في سحر تفريق الأزواج زيادة في المحبة والمودة اللهم اضطل أسحار المحبة اللهم اضطل أسحار المحبة اللهم اضطل أسحار المحبة المحرمة اللهم اضطل أسحار الزنا اللهم اضطل أسحار الوقوع في الزنا اللهم اضطل أسحار التسخير والجلب والمحبة اللهم اضطل كل سحر على القلوب اللهم ابطل كل سحر على القلوب اللهم ابطل كل سحر يغير القلوب اللهم ابطل عقد المحبة اللهم ابطل سحر تعطيل الزواج اللهم ابطل سحر تعطيل الزواج اللهم ابطل سحر العنوسة اللهم ابطل سحر البوار اللهم ابطل سحر صرف الأزواج اللهم ابطل أسحار الجان اللهم ابطل أسحار العاشق اللهم ابطل سحر العاشق اللهم ابطل سحر العاشق من الجان اللهم ابطل أسحار المرض اللهم ابطل أسحار السرطان اللهم ابطل أسحار السرطان اللهم ابطل أسحار الجنون اللهم ابطل سحر الجنون اللهم ابطل سحر الوسوسة اللهم ابطل سحر عدم الإنجاب اللهم ابطل سحر عدم الإنجاب اللهم ابطل سحر الإسقاط اللهم ابطل سحر العقم اللهم ابطل أسحار العقم والنزيف اللهم اغطل أسحار النزيف اللهم حل كل عقد في الأرحام اللهم حل كل عقد وربط شديد في الأرحام اللهم حل ما في الأرحام من عقد وسدد اللهم اغطل سحر ربط الأزواج اللهم اغطل كل ربط على الأزواج اللهم اغطل كل ربط قوي على العورات اللهم اغطل سحر الأزواج اللهم اغطل سحر الأزواج اللهم اغطل أسحار البغضاء اللهم ابطل سحر تعطيل العمل اللهم ابطل سحر تعطيل العمل اللهم ابطل سحر الخسارة اللهم ابطل سحر تبديد الأموال اللهم ابطل سحر تبديد الأموال اللهم ابطل أسحار الفقر اللهم ابطل أسحار الكفر اللهم ابطل كل سحر يصد عن الالتزام اللهم ابطل كل سحر يصد عن الاستقامة اللهم ابطل كل سحر يصد عن الحجاب اللهم اطل كل سحر يصد عن الحجاب اللهم اطل كل سحر يصد عن القرآن اللهم اطل كل سحر يصد عن الإسلام اللهم اطل أسحار الكفر والفجور اللهم اطل أسحار الكفر والفجور اللهم اطل أسحار الشلل اللهم اطل أسحار الشلل اللهم اطل أسحار القتل والهلاك اللهم اطل سحر القتل والانتقام والهلاك اللهم اطلل أسحار السرقة والابتزاز اللهم اطلل سحر السرقة والابتزاز اللهم أبطل كل سحر من عين الساحر تم اللهم أبطل كل سحر قوي اللهم أبطل كل سحر قوي اللهم أبطل كل عقدة اللهم أبطل كل عقدة في الأجساد اللهم أحرق كل عقدة وحل كل عقدة اللهم أبطل أكبر العقد اللهم أحل أكبر العقد اللهم أحل أكبر عقدة تفرعت منها العقد اللهم أقلب السحر على من سحر اللهم اقلب السحر على من سحر اللهم اقبل سحر الأسر اللهم اقبل سحر الأسر اللهم اقبل كل سحر أصله في الأم أو الأب اللهم اقبل كل سحر أصله في الأم أو الأب اللهم اقبل كل سحر أصله في الأم أو الأب اللهم اقبل كل سحر خفي قوي اللهم اقبل كل سحر غار في الأجواف اللهم اقبل كل سحر غار في الأجواف اللهم اقلب السحر على من سحر اللهم أذق الساحر ألم سحره اللهم أذقه وبال أمره اللهم اجعل عاقبة أمره خسرا اللهم اقلب السحرة على أعوانهم اللهم اقلب السحرة على أعوانهم وسحرتهم اللهم اقلب أعوان السحرة خائبين اللهم رد كيدهم في نحورهم اللهم اخرجهم من الأجساد أذلة صاغرين اللهم انصر عبدك وأمتك اللهم انصر كتابك ودينك وسنة نبيك عليه الصلاة والسلام اللهم افتح لعبدك فتحا مبينا اللهم اشفهم شفاء لا سكم بعده اللهم انزل الشفاء اللهم ارفع كل الدع اللهم اشفهم بشفاك واحذر عنهم أذاك اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم لا يبطل السحر إلا أنت ولا يحل العقد إلا أنت اللهم ما تم السحر إلا بإذنك وبعلمك ولا يبطل إلا بإذنك وقدرتك اللهم اطل الأسحار كلها خفيها وقويها وقديمها وجديدها اللهم اطل الأسحار التي فيهم تعددت اللهم اطل الأسحار الكثير التي فيهم تنوعت اللهم اطل الأسحار الأسر اللهم اطل سحر تفريق الأسر اللهم اطل سحر تدمير الأسر اللهم اطل سحر الأقارم اللهم اغطل أسحار الأقارم اللهم اغطل كل سحر من الأقارم اللهم اغطل كل سحر من الأقارم اللهم اغطل كل سحر توارثه اللهم اغطل كل سحر توارثه الأبناء من الآباء والأمهات والأجداد اللهم اغطل كل سحر ممتد اللهم اغطل كل سحر ممتد اللهم اغطل أسحار الأرق اللهم اغطل أسحار الفشل اللهم اغطل أسحار الفشل اللهم اغطل كل سحر يعطل علمه وفعله اللهم اغطل كل سحر يعطل علمه اللهم اغطل كل سحر أنسى اللهم اغطل سحر شرود الأذهان وسحر النسيان اللهم اغطل أسحار العمى اللهم اغطل كل سحر على الكلا اللهم اغطل كل سحر لفساد الأجساد صنعه اللهم اغطل كل سحر لفساد الأجساد صنعه اللهم اغطل ما في البيوت من أسحار خفية اللهم اغطل ما في البيوت من سحر أخفوه اللهم اغطل كل سحر في البيوت اللهم احرق ما في البيوت من أسحار محروسة اللهم اغطل كل سحر في بيت من سحر اللهم اغطل كل سحر في بيوت السحرة اللهم اغطل كل سحر في البحر رموه اللهم اغطل كل سحر في البحر أثقله اللهم احرق ما في البحار من أسحار المسلمين اللهم احرق ما في الأنهار من أسحار المسلمين اللهم احرق ما على شاطئ البحر من أسحار دفنوها اللهم اطل كل سحر في طير ربطوه اللهم اطل كل سحر في طير ربطوه اللهم اطل كل سحر في شجر ربطوه اللهم اطل كل سحر في شجرة علقوه اللهم اطل كل سحر من الآثار صنعوه اللهم اطل كل سحر من معدن صنعوه اللهم اطل كل سحر على خشب صنعوه اللهم اغطل كل سحر منقوش اللهم اغطل كل سحر منقوش اللهم اغطل كل سحر مرسوم اللهم اغطل سحر الطلاس اللهم اغطل كل سحر محروس اللهم اغطل ما في البطون اللهم اغطل ما في البطون اللهم اخرج ما في البطون وقطع ما في البطون وحرق ما في البطون اللهم اخرج ما في البطون والأرحام اللهم احرق ما على الصدور اللهم احرق ما على الصدور اللهم اطل كل سحر على القوى اللهم حل كل مسحور اللهم حل كل مربوط اللهم يا حيو يا قيوم برحمتك نستغيث أنت عضدنا وأنت نصيرنا بك نحول وبك نصول وبك نقاتل اللهم إنا نجعلك في نحور السحرة اللهم إنا نجعلك في نحور السحرة وخدامهم وحراسهم وكبرائهم اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم ومن عقدهم وأسحارهم وأسلحتهم اللهم اطل كل سحر مرشوش اللهم اطل كل سحر استغاثوا فيه بملوك الجان اللهم اطل كل سحر على المبايض والأرحام اللهم ابطل كل سحر في جثث وعظام اللهم ابطل كل سحر في الجماجم صنعه اللهم ابطل كل سحر ملموس اللهم ابطل كل سحر ملبوس اللهم ابطل كل سحر بالمصافحة تم اللهم ابطل كل سحر عبر الهاتف صنعه اللهم ابطل كل سحر من بلد بعيد صنعه اللهم اضطل كل سحر بآية عكسوها بآية حرفوها اللهم اضطل كل سحر امتهنوا فيه كتابك اللهم اضطل كل سحر حركته الرياح اللهم اضطل كل سحر في جبل اللهم اضطل كل سحر في جبل أو غار اللهم إنا نعوذ بك من غدرهم ومكرهم اللهم إنا نعوذ بك من حقدهم وحسدهم اللهم إنا نعوذ بك من شدة بطشهم وتربصهم ومتابعتهم وتجديدهم اللهم إنا نعوذ بك من صبرهم وصبر شياطينهم واستماتتهم اللهم إنا نعوذ بك من استماتتهم وشهواتهم وزيغهم وضلالاتهم اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الخالق من المخلوق حسبنا الرازق من المرزق حسبنا الله الذي هو حسبنا عليه توكلنا وإليه أنبنا وإليه المصير ولا حول لنا ولا قوة إلا بالله اللهم قاتل السحرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك ويؤذون عبادك وإماءك ويقاتلون أولياءك اللهم خالف بين كلمتهم اللهم ولق الرعب في قلوبهم اللهم أنزل عليهم رزك وعذابك إله الحق اللهم عنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا واهدنا ويسر هدانا إلينا اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا وانصرنا على من بغى علينا اللهم إنا نسألك بقدرتك التي تمسك بها السماوات السبع أن تكفينا بأس السحرة والشياطين والعفاريت والمردة أن تكفينا بأس السحرة والشياطين والعفاريت والمردة إنك أشد بأسا وأشد تنكيلا اللهم اشف أنت الشافي لا شافي إلا أنت ولا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما شفاء لا يغادر سقما اللهم بصر كل مسحور بسحره اللهم بصر كل مسحور بمكان سحره اللهم بصر كل مسحور بدائه ودواعه ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في الأرض واغفر لنا حوبنا وخطايانا أنت رب الطيبين أنت رب المستضعفين أنت رب المسحورين المستغيثين بك وحدك في كشف البلاء في كشف الكرب وفي كشف الغم وفي كشف السحر يا أرحم الراحمين اللهم فأنزل رحمة من رحمتك التي وسعت كل شيء وشفاء من شفائك على كل سحر فيحرق على كل سحر فيخرج على كل سحر فيبطل ويفسد إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لمختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا فنهلك عليك توكلنا فاكشف البلاء اللهم اكشف كل بلاء اللهم بصرنا بالداء والدواء اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا لكم ترجمة نانسي قنقر